اشتركوا في القناة كتجي صراحة رائعة وكتجي قطنية وبمقادير اللي هي بسيطة والنتيجة كتخرج رائعة نتمنىكم ان شاء الله تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير وإلى عجبكم هالفيديو الله يجازيكم باخير ما تنسوا نشمالي لايك دياركم ومن التعليق بطبيعة الحال إلى عجبكم الفيديو باش كتزيدوا تشجعوا الفيديو شوفوا ناس اخرين وشكرا لكم من فضلا وليس امر وشكرا لكم وهنايا غدا نبدأ معاكم بالمقادير عندي ثلاثة الكيسان ديال الحليب دافي غدا نزيد عليهم ثلاثة لمعالقة ديال السقر ساندة معا مرينش بزاف هنا الحلاوة كسبقا كل واحد وعصة بالضوقة دياله أنا هدو المعالقات اللي عبرت بيهم أنا كيزو ليجر معالقات بحل هدو اللي عبرت بيهم الخميرة ديال الخبز درت معالقة ديال الخميرة ديال الخبز حيث الجو عدنا بارد شوية وصاشية ديال الفاني من السم بالزهر ولي بغي دير الفاني او لاي نسمة كيب غيرها ممكن وغدا نزيد عليهم جوش كيسان ديال طحين ديال فورس ونخلط الخليط كامل ونخليه حتى 5 دقائق حتى 10 دقائق لحسب كل واحد وحسب الوقت دياله أنا ما خليشوش بزاف خليتوا عن مدة ديال خمسة ديال دقائق من بعد تحليتها للبلاستيكا باش كنتمغطيها وزيتها لنسكاس ديال الزيس مع بيض ديال بيضاء والصفر هو ليخليتوا باش غدا اندهنوا بيه هاد البريوش دياله ومعلقة صغيرة ديال الخميره ديال الخمس مع معلقة ديال يوغورت طبيعي والغشيشة ديال الملحه او شديد الخليط دياننا مزيان او انا او بقى نزيل الطحين شوية بشوية وانا او نخلط انا او كف شفته معايا را تقريبا ده تربعة القيسان ديال الطحين ديال الفورس وزيج جوج قيسان ونص ديال الطحين ديال الفينو او سافيو كن خلطو الخليط ديالنا احتقد جميلين العاجين انا هنا بالنسبة اللي بغي دير نصف ديال الكميارة ممكن انا ردرت كمية ليه شوية كبيرة كيف شفتوا معايا في الاول ديالفيديو بدرت جوج انواع ديالالبريوج هما رامر خالط واحد على الاشكال اللي مخصال فين صافي قسمت العجينة من بعد ما تجمعت العجينة انا رامد لكتها موالو عجمعتها قسمتها على جوج النص خليتوا بيض ونصد فيه جوج مع القبار ديالبودرة ديالالكاكاو وخلطتوا معها مزيان ووطت لهم وخليتوا حتى خمر صافي من بعد ما خمرت ليالعجينة اختيت هاد المول كيف شفتوا معايا ديالالزاج اللي يدهنتوا بشوية ديالزبدة وفرش على الورق ديالالفورن صافي من بعد هنايا كناخد العجين ديالنا اللي كيكون ابيض كندير علي واحد شوية ديالالشوكولات من الوسط انك يبقى اختياري اللي بغا يديروا يدروا اللي ما بغاش كل واحد ويحسب الضوء ديالو انا ما هنايا كيف شفتوا معايا كنقرسوا مع شوية بايدية وكنخلي الوسط ديالهم شوية غلايد وكنحط شوية الشوكولات الوسط ومن بعد كنحاود نجمعها ونجمعها مزيان باش ما يخرش لنا دك الشوكولات من الجناب صافي هنايا كنبقى غادة بنفس الطريقة حتى كنكمل دك الدور اللي عندي دياللمول هنايا انا كيف شفتوا معايا سبقتها للعجينة البيضة من بعد ما غادي نكملها غادي ندوز ان اخد العجينة اللي فيها الشوكولات تا هي غدا نقطعها قويرات تقريبا يكونوا مقادل انا رمضك ليهم لميزان لوالول عبرتها العيني ميزاني من بعد ما غادي ندوز انقرسوا فيهم تاهم على هاتشكل غا نحط وحدة وحدة بايدة ووحدة كحلا نتمنىكم تكونوا فهمتوني والفيديو راشا راح نفسقي فغادي تشوفوا معايا انا جاتني هالقضية كتجيني سهلة وهي اللي معتعمدة كنديرها دائما عوض ما نبقى نقطع وحدة اللي سكون فيها الشوكولات نحطها ونعود نرجع وحدة بايدة كي جينيك شوية غادي نبقى عن ضيع في الوقت دكشيلش كنديرها هالطريقة كتكون شوية مسربية بالنسبة لهذه ديالشوكولات انا مدرت فيها والو خليتها على هكا خاوية اللي بغي عمرتها بالشوكولات يعمروا بيهم راح ممكن انا خليتهم صافي بحال هكا حيبت جيني البيض عمرتهم الشوكولات ونضر البريوش لاخرته والشوكولات دكشيرش خليت هادو بالنسبة اللي بغي عمرهم بكم في تير فرشي طيبو او لا فرماج كل واحد ولحسب الدوق ديالو صافي كان بقى غادة هنا يمسى مرة بنفس الطريقة نتمنى ان قلنا شرحت لكم مزيان والفيديو كيف كتشوفوا معايا راح شارح نفسه مني كان قاعد هادو الدور لي كيكون الاول صافي كان ناخد عود ثاني هاد كويرات ديال العجينة ديال الشوكولات كان دير هنا هي ثلاثة مخالفين مع بعض دياتهم من بعض غاد ناخد شوية ديال العجينة انتم كيف كتشوفوا معايا غاد نفرق بيناتهم باش كيجينا الشكل ديالهم زوين وكيجينا مختلف شوية صافيكم بقى نصة مرح تكنكمل بالنسبة كيف قدت لكم اللي بغي يدير نصف ديال الكيمية يدير عال نصف ديال المقادر انا راه كيف قدت لكم انا غندير معاكم الشكل الثاني كيف شويتوا معايا ذا كشير اجدلت المقادر شوية مضوبلة صار حكي طلعت البريوش تقسيصادي وسهل في نفس الوقت وكيجيونا جوج ديال الاشكال اللي مختلفين هنا يا اختيت العجينة اللي بقاتلية هنا يا رشيت شوية ديال الطحين فوق طويلة اللي كنختم فوق منها وكنسرحها العجينة البيضة ديالي بالمدلك كنسرحوها مزيان هنتم كيف كتشوفوا معايا ونايا من بعد ما صرحتها صافي غدا نخليها على جنب وغدا ناخد نصف ثاني اللي بقالية ديال العجينة ديال الشكلات تاهي يا غدا رشوية ديال الطحين حيس كتكون العجينة عندي خفيفة باش ما تلسقش ليا ضروري كن نسرحو بشوية ديال الطحين صافي هنا يا وغدا ندير نفس طريقة مع العجينة ديال الشكلات اللي بقات ليا تاهي يا كنسرحها كتكون قدها قد العجينة البيضة ونايا غدا نزيد ناخد المدلك وغدا نعاود نسرحها واحد شوية ما نرققش بزاف أنا عباش تلسق ليا العجينة البيضة مع العجينة ديال الشكلات كنسرح فيها بحالها الكعب شوية كيف شوفوا معايا ونايا من بعد نسرح تلسق ليا وتقدر ليا صافي خبيت هنا الجغرة ديال البيضة اللي بديت كننقطع فيها بحالكة اشريطة او لموس كل واحده لحسب الاختيار دياله كننقطعها كاملة سافي من بعد ما غدا نقطعها كنناخد انايا هاد الاشريطة وكلويهم بحالكة لطريقة لي هي سهلة كلويهم ادرج دورات تقريبا سافي يكون حطهم كنبقى غدا بنفس طريقة حتى كنكمل را الفيديو نتمنى يكون مفهوم من بعد ما غدا نكملهم غدا ناخد جوج مع القاتس ديال الشكلات وغدا ندهنهم من الجيهة اللي غدا تبقى ليا كيف شو معي الجيهة اللي كتكون خاوية هي اللي غدا ندهنها بالشكلات نكي يبقى كل واحده لحسب الاختيار دياله اللي بغي دير كونفيتير يديره اللي بغي دير كريم باتيسيا اغتاهية كتجي معا زوينة كل واحده لحسب الضوء دياله الاختيار انا اللي جاني ساهل هو الشكولات اللي كان موجود عندي وقد يسبيه ضغياء ومني كنديرو الشكولات نحاولو ما نخرجوش على الاطراف كنديرو من الوسط كد كتشوفو معايا في الفيديو هنا يارا غدي تشوفو معايا باناني عندي هاد المول صغير كدرتو على اساس باش يجيني هاد المول صغير ولكن انا جتني لجينة شوية كبيرة وقدرتها في هاد المول وهاد المول انا عندي راها ملدوك المول لدي للقرانات اللي كتكون فيهم الزواقة جاني شوية جتني شوية عوجة ولكن معليش مني الطابس كل شي جا مزيان خديتها صافي خليتها تهيار جنبكت خمر من بعد خديت هاد اللولة اللي يلي دهنتها بالصفر ديال البيض وزيت تعليه شوية ديال القهوة سريعة الدوابان ومعلقة صغيرة ديال المزهر صافيو خلطتو مزيان ودهنت بياه البريوش ديالنا وقدرت شوية ديال زنجلان هنايا ووحت شوية ديال حبيبات ديال الشكولات صافيو هنا في هذا الوقت اللي انا كنت كان دهن فيهم راني شعلت الفران يكون سخون مزيان ودخلتهم الفران اللي طيبو وونايات البريوش الثاني ديالنا صافيتها ودهنتوا بنفس الشيء ودخلتهم بجوج ودقو حتى طابو في الفران انا كيف تشوفوا معي راح جاتني شوية كيف غادي تشوفوا معي راح عوجة حيط المول ماشي مستطيل بحلوو اللي درت وهنايا البريوش ديالنا من بعد ما اطابلينا دهنتوا بشوية ديال القونفيتير وديول الشكلات اللي كنت ما درت عليهم لزنجلان لوانه ودرت عليهم شوية ديال شكلات فرميسيل باش قي يجي نشكل شوية ديالهم مختلف ونايا بالنسبة اللي بغي دير زنجلان من الاول يديرو كل واحده وقيد على حسب الزين على حسب الضوقة دياله على حسب الاختيار والشكل الثاني ديال البريوش ديالنا وهذا هنتوا ما كيف تشوفوا معي الصراحة كي يجي رائع هنا يتزين وراهم زين نفسه بنفسه عرق نزل تاليني شوية ديال الحليب المركز او لانيسلي دلت هنا خطوط وبالنسبة اللي بغي دي الكراميل او للشوكولات كل واحده لحسب الغتيار دياله ودوق دياله كيف كان نقول لكم دائما هنا انا كنا نقسم معكم باش تشوفوا كيف يجي من داخل الصراحة كي يجي خفيف وكي يجي لديد نتمنى كم تجربوه وهنايا غنقسم معكم هات الشكلته هو الصراحة كي يجي رائع والله العظيم يلا جربتو ما غديش تندمو عليه كي يلاق بحركة البريوش للفطور او للجود دي والوليدات حتى المدراسة علش الله وهنايا كنقول لكم وصلت معكم من نهاية ديالفيديو نتمنى ان شاء الله الفيديو دياليوم يعجبكم وإلا عجبكم ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم ومن بارتاج باش تشجعني كسر وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم اشتركوا في القناة